أهلا وسهلا بكم ببدو تريد أسبوع كثير مهم للأسواء يمكن نشوف هبوط ببعض العملات الرقمية وكثير أخبار مهمة كلها اللي نحن نحكي عنا اليوم مثل معاواتكم عن اليومية أريد لكم آخر أخبار الكريبتو بلاكروك بيتكوين سبوت اتف بعده عم بيعمل إيجابية على الأسواء بعض البيتكوين فوق 30 ألف بحسب أحد المحللين الـ On Chain عم يقولون لنا كثير من المستثمرين عم يشتروا بكميات بيتكوين على شكل دائم هيك عم تفرجينا تحليل الـ On Chain من Will Clemente بخلال مقابلة مع أنتوني بومبليانو الآن من ناحية ثانية بما أنه عم نحكي عن بلاكروك عملت فيديو شورت مبارح عن بلاكروك إذا حضرتوه فيديو أقل من 60 دقيقة أقل من دقيقة بفرجيكم كيف تقلبات بقراء بلاكروك كيف بدأت يقول دائما بسلبية عن بلاكروك بعدين صار يحكي بيعني إيجابية بسيطة بعدين هلأ صار دائم من أحد أكبر داعمين البيتكوين بالمجال بفرجيكم كيف تلاعبوا هالحيتان الكبيرة بخوفوا العالم لحتى العالم تهرب من الأسواء لحتى هم يدخلوا من الباب العريض هكذا دائما بيعملوا يعني ما فينا نوسق فيهم ما تفكروا بلاكروك هو صديقكم سرتقية لأكتر من مرة من ناحية ثانية أحد تشارتست ألتكوين ماركت كاب شو بي وفرجينا فرجينا نحن بيعمل تشبيه بالبول ماركت والبير ماركت تبع لـ 2020 مقابل لـ 2023 تشبيه كثير قريب أنه شكلنا نحن كأنه جاهزين لنبلش تقود هلأ هالأمر لحيصير ما حدا بيعرف مية بالمية شو لحيصير ولكن اللي منعرفه بشكل آآ أكيد أنه الوضع الاقتصادي العالمي وخاصة بأمريكا بعده كثير سلبة أعلى نسبة آآ رفع بالفايدة بتاريخ أمريكا وأعلى نسبة دان بتاريخ أمريكا عم نشوفها بنفس الوقت هل هالشي رح ينتهي بإيجابية ولا سلبية ما حدا بيعرف ولكن في كثير أمور منا معروفة بالمجال يعني ما فينا نقارن الدورات الماضية بالدورة هايلي ما حدا بيعرف شو بده يصير غير هيك من نشوف شو في هالأسبوع الأسبوع كثير مهم عناك عدة رؤساء من الاحتياط الفيدرالي أول شي عنا نائب رئيس جيروم باول يلي هو تشير بار لحيحكي اليوم بتوقيت أمريكا وبيرجع عنا سان فرسيسكو فاد بده يحكي كمان اليوم بعدين عنا كليفلند فاد بده يحكي اليوم وبعدين عنا نهار الأربعة نهار كتير مهم عنا كونسيومر برايس اندكس ساقة المستهلك أو أرقام التضخم اللي حتطلع والتضخم الأساسي هذا كتير مهم لحتى يفرجينه شو بده يعمل الفيدرالي هلا أول شي ما بعرف ليه دايما بده يحكي مليون واحد من الفيدرالي لأنه كمان الأربعة بده يحكي ريتشميند فاد وبده يحكي أتلانتا فاد وبده يحكي أن كلهم في كتير أعضاء من الفيدرالي بنحكي بشكل دائم ليه انتم اجتمعتم بالفيدرالي طلعت طلعت التقرير طلعت جيروم باول حكي خلاص ان هو هونيك ليه بتكون تضلكم تحكي تضلكم كأنكم بتكون تسيطروا على الناراتف وتسيطروا شو عم بيصير بالأسواق عنجد هالأمر كتير سلبة وكلنا منعرفهم سياستهم بدون يحكوا بطريقة متشددة هالأمر سيخوف الأسواق ولكن أرقام التضخم ستكون إلى التقل الأكبر شو بده يصير حاليا حتى الآن بعدها 92% من العالم بتقول بالإجتماع الجاية اللي هو بعد 15 يوم تقريبا سيتم زيادة الفوائد 25 نقطة ولكن إذا تلعت أرقام التضخم أعلى من المتوقع لحيصير الاحتمال تبع الشهر المقبل اللي بعده مش الشهر اللي جاي اللي بعده لحيكون كمان زيادة حاليا أكترية العالم بيقولوا بسبتمبر لحنوقف بعدها 20% من العالم بتقول معقول نزيد بعد هلأ بدنا ننتظر ونشوف أرقام التضخم لأنه بتشتغل بتأثر بشكل كتير كبير على الأرار الفيدرالي هلأ من ناحية تانية كمان البريكس بدعم يجتمعوا بدون يجتمعوا بالشخص كلهم بأشخاصهم كانوا من قبل يمكن يقولوا بوتين ما لحيجتمع لأنه فيه مثل مذكر التوقيف بحقه ولكن رئيس سوف أفريكا بيقول لا لحيحضر كل العالم لحيحضر بنفسه الشكل عم بيقربوا أكثر وأكثر على إطلاق عملي للبريكس لهذه الدول مدعومة من الذهب مثل ما كثير عالم يعني يمكن يكون الفيدرالي بده يزيد الفايدة أكثر وأكثر لأول دولار مقابل هذه البريكس وحتى العالم تظل أكثر تعود دولار لا أحد يعرف ما المخطط ولكن هذه الأمور معقولة تحدثوا ويجب أن نكون منتبهينها من ناحية تانية باينانس بأمريكا عم تبيع البتكون بخصم 3000 دولار ولكن المشكلة أن العالم ما فيها تودع أو تسحب أموالها من البنوكي بأمريكا بدأت تودعها فيها فيها تحولها على محافظ صاحبه ولكن ما فيها ما فيها تنقل من البنك على المنصة تبعها في تنقل من منصة لمنصة ولكن مش من البنك للمنصة غير هيك أحد الأشخاص المتابعين وانس لفت لنظرة في تطوير جديد عملوه المطورين تبع البتكون تذكرنا منعرف او كلمة السر تبع الجملة السرية تبعكم حاليا بدلا ما تكون جملة فيها تكون ألوان هيك قدروا يعملوا المطورين هالأمر ما بعفوا إذا لا إجابة ولا سلبة ولكن طريقة تانية بس للواحد يقدر يحفظ كلمة السر تبعه او الجملة السرية طريق أحد المحلية بيحكي أنه في تحركات كثير غريبة عم بتصير مع للمشروع يعني فيه كأنه فيه تلاعب بالعملة بيسأل أسئلة كثير مهمة هلأ فيه محفظة إلى العمادة يعني فيه كثير وهي المحفظة الرئيسية اللي عم بيرقبها لأنه المحفظة كمان عم عملت أكثر من 44 مليون دولار فيها معاملات كبيرة مع ستارجيت يعني هي المحفظة الرئيسية فيه أسئلة كثير مهمة عم ينطرح شو هالتحركات العلاقة بالأيردروب الأنبار في كثير عالم عم تعمل ناطرا الأيردروب هيدا أمر أكيد لازم نراقبه إذا كنتوا عم تتابعوا الأيردروب غير هيك عملت تويت أنا أنه هالأسبوع سيتم الإفراج على تسع مشاريع بيزيد إيمتها على الإفراج عن 186 مليون دولار هنا ICP Optimism WilderWord Glamour Aptos Bico Bit Synthetics ويوني عم تتم الإفراج عن العملات من شوفه هبوط بالعملات لأنه عم يزيد العدد العرض طبع هالعملات بالأسواق وهالشي بيؤدي لهبوط أولى الأسعار أنا بدي أعمل DCA في بعض العملات أنا عم رقبة من فترة وبيدي أزيد على مراكز اللي أنا فيها اللي هي WilderWord Synthetics و Uniswap مرة ثانية هالما أنا نصيحة استشمارية عملوا دراستكم الخاصة أنا هالعملات بس ليفتين لنظرين من فترة وحب يكون عندي بوزيشن أكبر فيهم للبول ماركت غير هيك من أن نتحدث عن كيف الدول العربية عم تشتغل عم تظل تشتغل أكثر وأكثر سارث كوريان بلوكتشين ليدر أحد القاضة بسارث كوريا بالبلوكتشين اسمه نيو بلاي بينتقل على أبوضبي كمركز أساسي له عم تشوف كيف الدول العربية وخاصاً أبوضبي والإمارات عم تجزب كثير من العالم والشركات العالمية بعالم البلوكتشين عليهم هنا كل شيء أنا عندي إلى اليوم إن شاء الله مبسطتم بالفيديو إذا مبسطتم أعملوا لايك أعملوا سبسكراب للتشانل وأنا بشوفكم قريباً فيديو جديد وماركت جديد